هنا بارما إلى الجنوب قليلا من كليفلند مدينة صغيرة يقطنها نحو ثمانين ألفا وفيها تعيش أكبر جالية أوكرانية في أوهايو ما أن صبنا الكاميرا حتى سارعت إلينا هذه السيدة تشكو عذابات موطنها الأصلي بنبرة مكلومة وبما أسعفتها الإنجليزية من مفردات ما يجري في أوكرانيا الآن إشكالي بل كارثي يقتل أبرياء يوميا والناس خائفون ليس لديهم وقود ولا ماء نحتاج إلى المساعدة كي نوقف قتل بوتن للأبرياء داخل هذا المتجر تباع بضائع أوكرانية وأخرى من أوروبا الشرقية معظم الزبائن وكل العاملين في المتجر هم من الأوكران بعض الزبائن لاجئون وصلوا من أرض المعركة حديثا أريد أن أشكر الولايات المتحدة على مساعدتها لأوكرانيا فهي تقدم لنا السلاحة حتى ندافع عن بلادنا ونتمنى أن تستمر هذه المساعدات شكرا لأمريكا سألنا عن تصريحات المرشح الجمهوري إلى مجلس الشيوخ جيدي فانس الذي توعد بقطع المساعدات عن أوكرانيا إذا ما فاز وحزبه في انتخابات التجديد النصفي سيتوقف عن الدعم؟ لماذا؟ الولايات المتحدة كانت تدعمنا طوال هذه المدة بكل السبل لماذا يريد وقف ذلك الآن؟ هل يفترض أن تغزو روسيا بلدنا وتدمره؟ معظم من قابلناهم شددوا على أهمية المساعدات الأمريكية في مواجهة روسيا وعندما هممنا بالمغادرة لحقت بنا فتاة لا تتحدث الإنجليزية لكنها أرادت أن تسجل موقفها مما يجري في موطنها الأصلي لا تكون السياسة الخارجية على رأس اهتمامات المرشحين في سباق التجديد النصفي عادة لكن تصريحات المرشح الجمهوري جيدي فانس قد تكلفه أصوات نحو أربعة آلاف أمريكي من أصول أوكرانية يعيشون في بارما بولاية أوهايو أمجد المالكي الحرة بارما أوهايو